رمضان كله بيعدي هوا مولانا فضلنا 6 دقايق زي ما عمر بيقول في الست دقايق دولنا عايز أسأل على حاجة مهمة وقد تثير الجدل ويمكن احنا أصرناها في البرنامج قبل كده هل الجزاء الأخروي سواء إذا كان بالجنة فقط هو لأجل المسلمين ولا إنه لأ الجنة تتسع للكثيرين من غير المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ألا له الخلق والأمر والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله القائل بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر ورضي الله تبارك وتعالى عن الصالحين والمصلحين في كل زمان ومكان وبعد طبعا الوقت دهامنا للأسف وكان الموضوع يحتاج بسط أكتر من هذا ممكن نخب منه جزء ونكمل لكننا نقرأ فيه كتاب الله تعالى نحن نردد آية تعلمنا حدود الأدب في الحديث ليس لا وصاية على الخلق وهي مالك يوم الدين مالك يوم الدين الله لم يفوض أحدا بإدخال أحد الجنة ولا إدخال أحد النار مالك يوم الدين آلى له الخلق والأمر آية محكمة في صورة الحج فيها التنوع الديني وفيها الرد بحسم وحزم على كل من تسول له نفسه أن ينصب نفسه حاكما على خلق الله الله قال إن الذين آمنوا يعني المسلمين والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشرقوا إن الله يفصل بينهم إن الله إيه يفصل بينهم فالخلق خلق والجزاء هو يقدره مالك يوم الدين يدخل من يشاء الجنة بفضل ويدخل من يشاء النار بعدله لكن ليس لأحد في أي شريعة سماوية ولا وضعية ولا فلسفية ولا غيرها أن ينصب نفسه حاكما على المخالف له ويحكم إن هذا في الجنة أو هذا في النار وبعض الناس يعني هقول لك إيه عندهم سفاهة ما يجي يقول لك إنه هو الفرقة الناجية المنصورة ناجية إزاي ربنا يقول في الصورة النجمة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما نتق وأنا هقول بقى حديث هاختم بي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا لا وصاية لا وصاية لأحد على خلق الله قال عليه الصلاة والسلام يا عمي العباس يا عمتي صفية يا فاطمة بنت محمد رضي الله عنه وصلى الله وسلم عليه أعملوا أعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالأقوال فإذا ننفخ في الصور فلا أن سبب أنهم يوم أذن ولا تساءلون وأنا هقول بقى كلمة كده عقلانية بعد النصوص اللي قلناها رغم النصوص كثيرة جدا أن الجنة ليست حكرا على ديانة ولا طائفة ولا قومية ولا عصبية ولا حقبة زمنية نسأل الله العفو العافية هقول لحضرتك حاجة ربونا بقولنا في صورة القيامة بل الإنسان على نفسه بصيرة اللي شاغل نفسه ده بغيره تم يشغل نفسه بنفسه أين هو وما الذي عمله ليتلقى جزاء الله سبحانه وتعالى أنا شغل نفسه بغيره ليه تشغل نفسه بنفسه الأمر الآخر كل شريعة متناسرة إلى مذاهب وطوائف وكل طائفة تدعي أنها على الحق وأنها غيرها على الباطل هقول لك كده بدون مواربة المسلمون عندنا من يدعونا السلف وعندنا تنظيمات سياسية وعندنا طوائف سنة وشيع وإباضية وتحت كل مذهب مذهب وطائفة وكل يدعي أنه الناجي وعلى الحق وأن غيره هالك وعلى الباطل وحضوا نفسكم الأول واشتغلوا بنفسكم الأول وبهذا كده دوروا على الخلق فدعوا الخلق خلقوا نعمة بالله